السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورجعنا للكيمستري مرة تانية. طبعا في كتير من الناس اللي متابعاني متابعاني على اساس ان انا مدارس كيمستري وشايفاني في الفترة اللي فاتت دي عمال انزل في فيديوهات دعوية ودينية. فبتقول فعلى بالها لا احنا ما اتتبعناكش على الكلام ده. احنا داخلين نشوف كيميا. فعشان كده هحاول اكتب على الحيطة جنبي هنا دي. وقت ما اكون باتكلم عن الكيمستري. اكون بتكلم على الكيمستري عشان خاطر اللي عايز اخش على فيديو ويلاقي مكتوب هنا كيمستري يعرف ان هو يعرف ان هو الكلام عن الكيمستري مش على اي حاجة تاني. وان كنت اتمنى ان انتو تتفرجوا على الفيديوهات التانية عشان كنا نستفيد. فالفيديو ده بازن الله كيمستري وبتكلم فيه عن الاورجانيك. من الحاجات اللي هتنفعك قوي وانت بتذاكر انك تذاكر بطريقة البطارية في الفيزيكس اللي هي البرارل مش انسيريز. حارفين لما تبقى موصل في الفيزيكس ده موصل بطاريات انسيريز ولا موصلها بارارل. انا عايزك وانت بتذاكر اورجانيك. ذاكر بارارل. ده يخليك ترمل اورجانيك بشكل كويس. يعني مثلا هضرب مثال. انا هبدأ دلوقتي بالالكينز. فبقول طب انا عايز اعمل للالكين. مثلا المثين. فخلاص انا هشتغل النهاردة على البرباريشن. خلي اعرض المذاكرة بتاعت الكيمستري دي على البرباريشن. افتكر معايا كده. هو البرباريشن وهي المثين كان بيتعمل ازاي. فتبدأ تفتكر الاكويجن بتاعت الدراي دستيليشن بتاعت السوديوم ايثانويت. خلاص. ما توقفش بقى وتكمل شغل الكينز. لا. ابدأ اشتغل بارارل بقى. يعني. طب ما تيجي حضر الكين. هو الالكين بيتحضر منين. وتبدأ تشتغل على الالكول اللي ويوصلك للالكين. طيب لو انا عايز احضر الكين احضره ازاي. وتفتكر مع نفسك كده. هو انا كنت بحضر الكين ازاي. خلصت من دولة خشت على الاروماتيك. يا طرى هو انا بحضر البنزين. كنت بحضره ازاي. تبدأ تفتكر الحطوات بتاع التحضير البنزين. يا اما بال ديستركتيف ديستريشن. يا اما بقى بالكاتريتك ريفورمينج. يا اما بالترايميرايزيشن. يا اما بالريدوكشن او بالفينول. المهم تفضل ماشي كده. تفتكر انت ممكن تعمل بريباريشن لكم حاجات ازاي. دي قاعدة ممكن تاخد منك عشر دقايق. وممكن تفر الكتاب بعديها لو في حاجة انت نسي. لو لسه معك وقت وعايز تكمل كيمستري. تقول خلاص مثلا الالكينز بعد بريباريشن كنا بنتكلم على السابستيتيوشن. تبدأ تقول يا طرى مين اللي بيعمل السابستيتيوشن. الالكينز بتعمل السابستيتيوشن. هل بتفتكر الحطة بتاعت اليوفي لايت. والحتة بتاعت تتحط كلورين ازاي مع الميثين وكده لحد ما توصلها الكربون طب الالكينز بتحب السابستيتيوشن? لأ. طب الالكينز بتحب السابستيتيوشن? لأ. طب نخش على البنزين. هو البنزين بيحب السابستيتيوشن? هنلاقي ان البنزين بيحب السابستيتيوشن اكتر ما بيحب الادشن. تبدأ تفكر مع نفسك كده. هو انا خدت ايه سابستيتيوشن للبنزين? اه خدت الالكايليشن للفريد الكرافت. خدت الهالوجينيشن اللي بطلع بعد كده بيها الدد تي خط السلفونيشان خط النيتريشن تفضل تفتح لنفسك في الصبستيتيوشن لحد ما تجيب على قد ما ت � soprattutto بعد كه تفكر في الأدشن هو الألكنز بتحب الأدوشن لا مش بتحب الأدشن يبقى خلاص بلاش الألكنز طب خش على الألكنز بتحب الأدشن تبدأ بقى تفكر في الألكنز الأدشن تاعت الألكنز الأدشن تاعت الألكنز هل البنزين بيحب الأدشن ولا لا احنا كل دا بنتكلم على الهايدرو كاربون ما بنتكلمش على هايدرو كاربون دريفاتيبس انا عشان مش عايز اطول الفيديو ان انت ممكن تكمل بقي بقية العائلات طب انا بحضر الالكول ازاي وانا بحضر الاسد ازاي طب انا بحضر الاستر ازاي طب انا بحضر الالدين ازاي وهكذا هل الدريفاتيبس بتعمل ولا بتعمل اديشن ولا ممكن ولا بتعمل ايه فدي بتبقى فكرة حلوة جدا انك ترمى بيها المناطي من حيس انك بتذاكر يعني مش بتاخد abouts الكنز ورياكشن وبعد كده تاخد الالكنز ورياكشن بعد كده تاخد الالكنز ورياكشن لا. احنا بنغير من شكل المنهج عشان للمدين. دي فكرة حبيت اطراحها عليكم وممكن هتفيد في اللم معاك ولما كنت. شكرا جزيلا والسلام عليكم وانتبا كنت.